تستبشر بما بشر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين أنت أخي الكريم بأدائك لهذه الزكاة طيبة بها نفسك تعلم أنها غنم وليست في غرم مراقبا لله تعالى ومتقيا له في أدائها ومحصيا لها إحصاء دقيقة طيبة بها نفسك فأنت بأدائها بهذه الحال وبهذا الوصف أولا تبرئ ذمتك من حق من حقوق الله تعالى واجب عليك ثانيا تحفظ نفسك وأهلك من أن تتغذى بمال حرام ثالثا تحفظ مالك من الآفات والمصائب والكوارث ومكم من الحوادث التي نسمع عنها قد يكون أسبابها والله أعلم هو التقصير في أداء الزكاة رابعا تستبشر بما بشر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الراسقين فقد وعد سبحانه وتعالى بأن يخلف عليك خيرا بإنفاقك في هذه الوجوه المباركة وأعظمها واجب الزكاة وهو تعالى خير الراسقين فهذا المال من أين لك؟ إنه من الله تعالى الذي رزقك من حيث لا تحتسب وأيضا تستبشر بما بشر به الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله ثلاثة أقسم عليه وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بدون أن يقسم ولكن ذلك من باب التأكيد قال عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده فإذا علم هذا أيها الإخوة الكرام وهو ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى من الخلف على الإنسان بالإنفاق وبأن هذه الصدقة زيادة كما بشر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنستبشر بهذا الخير بما أخبر به مولانا جل وعلا وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولنستبشر بفضل الله ولنحمد الله تعالى الذي تفضل علينا بالخير ولنبادر لأداء هذه الزكاة طيبة بها النفس ساعين لإبراء الذمة متعنمسين المحتاجين بإدخال السرور على قلوبهم بالإنفاق عليهم وتقديم هذه الزكاة والصدقات لهم